اشتركوا في القناة في البداية ايه الغرض او الهدف من هذه الشهادة الصحية لرغب الزواج طيب الشهادة الصحية دي خلينا نقول في الاول ان هي ضمن المضاد للجهة الرئيس لقاحة المقبولين على الزواج وتأمين تأمين بياتهم واثارهم فيما بعد في الظهور اي امراض مدرة او اي امراض راسية اه قد تنجم عن زواج الفارج او تنجم عن زواج او تكون نتيجة عن بعض حالات الزواج اللي بيكون فيها احد الزجين عندهم امراض ممكن تؤثر في النتيجة في الاسطال اللي هم هيجم فيما بعد رؤية الدولة ورؤية سيات الرئيس كانت انه لابد يكون هناك فحص مبكر للمقبلين على الزواج بيبقى باجراء مجموعة من الخليل والصفوص بخاصة بتأمينهم على سين نضمن سلامتهم ونتأكد 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 ان الزوجين صالحين للزواج بدون ان ينتج عن هذه الزواج طابق اصفاء المطابين بأمراض مدرة او وراثية المبادرة بتتم في الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية فتنطلس بكرا ان شاء الله رسميا بتكريد جديد وهي الشهادات المؤمنة التي غير مسموح بتزويرها وطبعا خلال انظار هذه الشهادات بيتم اجراء مجموعة من الخصوص والتحاليل زي تحاليل ونقص المناعة المكتسبة اللي هو الهي وثلاثيميا ومرض فأر الزم المنجلي وايضا هناك تحاليل اخرى زي اه اكبار تصائل الدم واكبار مع معامل اللي هو الهار اتش ونسبة الهوموجلوبين ونسبة سكر في الدم. مم يعني جميع الامراض بتشمله يا اساس وليد او علشان ما يبقاش في حاجة عدة ونتجنب المشكلة قبل حدوثها. بالضبط. ممم. طيب محتاجين نعرف من حضرتك ايه هي طبيعة خانة الاستشارات بالتحديد. بتكون قايمة على انهي اساس. الاستشارات النفسية. الاستشارات النفسية. طيب بايما على انهي اساس. اه الاستشارات النفسية والفحوص النفسية اللي بيجتم اه اه اجراء. بيجتمها دي الجوجين. هي عبارة كبارات تصوصية ومجموعة من العلا. زي كتنير كده بيكون في مجموعة من العلا. بيجتم سؤالها دي المجموعة من خلالها الكبارات التصوصيين او الاختباعي النفسيين اللي يقدروا يقبلهم الابعاد النفسية او المساكل الصحية النفسية اللي ممكن يكون مقاب بيها السف دون ان يدري او محتمز ظهورها اه اه في الزوجين او حتى محتمز ظهورها في الابناء كما بعد. احنا طبعا احنا نخوف من retrouve في الزوجه للضغط التصوص والزيگن والكسف المبكر عن اي امراض. را احنا ببساطة بده عندنا مرض النفسي قد يحاكم من للضغط يبقى عندهم النوع من الاكتئاب والارسباش على الصلاة. كل هذي اللي ن началаها الانكونية بتاعلك نفسية وبص般 كبيرة المستح Row في الزرح لو انت عندك هذه الأمور تتخلص منها ولو هي موجودة بسيطة العلاجية الواضحة من خلال السباة في الحناسية ودي المسعوب ولا فيها مشكلة خالص تلقينا على مدار مراحل عمرنا وصول الواقع السيبير تلقينا نوع من واعلى الناسي الخوف في المبرر سواء بأسفل السوق لكل الكبور دي بزميها في السبب الناسي ومكاس المسخية الهدف دينا هي إجازتنا وتعليم رسولة الإجابية القدرة في الجوزين وكمان اللي يكن التعامل فينا بعد مع التطال حتى كمان ما يارسوش بالزبط الهدف هو العيدة في الأساس إجوبين وأبنائهم في المستقبل فالهدف هو العيدة من الحاجة دي طب أنا عايز أسأل قدريك سؤال مهم يا أستاذ وريد يمكن الناس بتسألوا لو بيتفرقوا عليهم دلوقتي هل الشهادة دي أصبحت الزامية قبل الزواج؟ آآ طبعا طبعا هي الشهادة لا يتم العمل بيها وبرضة وإستلامها من وحدات تكون معتمدة وأفروف في المية في المية لكن نتيجة العمل في الشهادة مش إجبالي يعني لازم أنا قبل ما تزوج أو ما تزوج يكتب علي أنا والزوجة اللي معايا آآ بتتواجل الوحدة الصحية وبتجري تحلوها للفحوص وبتستلم النتائج بشكل مؤمن والنتائج تجريت منها نسخ إلكترونية لنصلحة الأخوال المدنية وبتستجل لكن العمل بنتائج الشهادة هو اللي مش إجبال يعني نفترض فيه اتنين زوجين من الأقارج ولاد عامة أو ولاد خالة أو كفر يعني آآ تم الكشف عن إصادتهم بأمراض ومساكل بنعمل حاجة الأولانية إن احنا بنوضيهم للعلاج العلاج بتاهم بيتين معلاج مجاني اللي هي تعملية كلهم على حسب الصوتية التأمينية خاصة طيب النقطة الثانية العمل بنتائجة دين الشخصين يستيسر في اللي هما عندهم مساكلة طعيب في مسألة الزواج أو المانعة للزواج آآ منعا لزهور في الجيل الأول أو الثاني أو الثالث من العملية الإنجازية اللي حيقوم بجيها للزوجين آآ لكن دي بتي بقى مسألة النتيجة استرشادية لكن العمل بالشهادة ضروري طب إيه الفايدة برضو نحنا كده بالزبط بزبط نحنا ما عملتك حاجة آآ المهم ان احنا بنقوم برسم خريطة صحية للمجتمع كله بشكل ضخيطة محدد فتنبقى عارفين ان في مليون شخص عندهم ثلاثين في مليون شخص عندهم فيروسين في اثنين مليون عندهم طار دم فيه اربعين مليون سلان مجيئات من نتاج الصحية يعني بناخد منها احصاءات اشهدية احصاءات فتورة ضخيطة مية في مية عشان النتائج دي بتستغلت وتوجي جدا الدولة وطاقة الخدمات الصحية من المتاج خدمات الصحية اكثر. اي المناطق انت عندها خلل في الخدمة الصحية وهي المناطق اللي بيعاني. دي حالة مهمة جدا يا اساس وليد. حالة الصحية معينة. قدرتك كده اشرت اشرت الكزا نقطة مهمة. يعني خلينا نوضح للناس النقاط بمنتهى البساطة. وهي ان لو تم التشخيص بمرض ما في العلاج بي يكون مجاني. دي اول حاجة. مجانية العلاج. تاني حاجة ان العمل بنتائج هذه الشهادة ليس الزامي. بل هو في قرار في النهاية من الزوجين. يكملوا او ما يكملوش دي بيكون راجع بيهم. انما مش قرار الزامي بالنتيجة اللي اوصد بها الشهادة. مظبوط الكلام ده استاذ فريد. النتائج الشهادة ضرورية لاتمام عقد القران. النتيجة الاساسية اللي اتقامت الدولة. ما تعمل رض لرسم الخريطة الصحية للمواطنين في مصر. الامراض واحدين في الاستشاف وطريق في العلاج تكون واضحة. ويدينا رؤية الفترة اللي جاية احنا نركز عليه تدولة في العلاج. طب ما عليش يا اساس وريدو انا عايز اوضح بس للسادة المشاهدين. انا دلوقتي واحد واتنين بيتقدموا للزواج وعملوا الشهادة. فطلع ان عندهم مرض هيجيب اطفال اه مصابين بمرض ما. بنسبة كبيرة جدا. دلوقتي هم هيجاوزوا ولا لأ? لا هم هم الاتنين اصحاب القرار في استكمال الزواج. بس كده يعني هي ليست ارزامية من الدولة باي قرار. اذا الزواجين هم اصحاب القرار في النهاية. لا لا النتيجة مش ارزامية. بس كده ايه دي مقطة لانا كنت عايز اوصل لي. اه لكن من حقوق من هم يتجاوزهم ويتحملوا مسؤولية. مسؤول. ان جاء اطفال لهم مشاكل. وبالتالي احنا عارفين النهاردة ان جامعة 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 حضرتك ان العلاج بقى اصبح مكلف ان الفاتورة النفسية والاسرية والعلاجية والمجرية لأي مرض بتعمل خلل ورشبات كبير جدا حتى بالزوجين يعني انا النهاردة لكي زوج وزوجة اتشفنا ان احنا عم بينا مشكلة صحية او مرضية. ومع ذلك اتمامنا الزواج والتجاوزة وفعليا جيتنا مثلا اطفال عندهم مشاكل وخلص صحي معين مرض هيبقى فيه مرض مادر. طب ما ده حيبقى صعب علاجه. صح. ودي حيبقى. فقرار من البداية هو تقدهم وبين اللي يختار. طب هل للشهادة دي مدة صلاحية او سجريب? مدة صلاحية بها ست شهور من تاريخ الاصدار. ويبقى يعني يتوجههم للصحة قبل يوم عقد القران على الاسميل باربعة تسر او بخمات تسر جهة. طب اخيرا انا استاذ وليد هم فيه جهات مختصة لاصدار هذه الشهادة? الجهات الوحيدة اللي بتصدر هذه الشهادة هي الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية. هي اللي بتصدر والشهادة مؤمنة وغير قبلة للتزمير. واي شخص هيلجأ لتزمير هذه الشهادة باي شكل من الاسكال هيتعرض لحظة القانونية كأنه بيزور تأوليها في مرضى. معلومة مهمة جدا. استاذ وليد عبدالسلام مسؤول ملفة الصحة باليوم السابع بنذكرك شكرا جزيلا وعلى معلوماتك طيبة. شكرا. دي كانت كل المعلومات متعلقة بالشهادة الصحية لراغبي الزواج المميكنة واللي اصدرتها وزارة الصحة والسكان والله يتم العمل بيها من الرغم للمقبلين على زواج بعد اجراء تحديد زواج المحدثة في مصر الفين تلاتة وعشر واللي انفرض اليوم السابع بنشر الصورة الاولى لين. انتهت تغطيتنا. تضرونا دوما في المزيد. والى اللقاء.